الليلة مع نديم حماس تكذب الإخوان وإيران نموذج لقنبلة صوتية تضرب لبنان وغزة زيارة رابعة أكبر وأوسع وأهم لوفد أمن مصري إلى قطاع غزة منذ انطلاق الحرب بين إسرائيل وحماس الزيارة حصلت بموازات قوافل مساعدات مصرية إلى القطاع عبر معبر رفح صف طويل عريض من الشاحنات المحملة بالمواد الغدائية والأدوية والمساعدات المادية الأخرى مع ملاحظة انتشار صور للرئيس عبدالفتاح السيسي بغزة وانتشار شعبي للترحيب بموكب عباس كامل مدير المخابرات المصرية هذا اللي طالع معك أين الجانب الآخر من الحكاية؟ صورة السيسي اتعلقت في غزة صورة السيسي في قطاع غزة وهو بانر واحد عملين يجيبوه من اليمين ومن الشمال ومن كل الزوايا ومن تحت هو البانر الوحيد اللي في غزة جهات أمنية هيدا جيت علقتها في جالية مصرية موجودة في غزة جالية مصرية كلهم دور كبير في ان هم اللي ريحطوا صورة السيسي على الأعمدة في قلب شوارع غزة في استقبال الوفد المصري فالحمد لله صورة السيسي اتعلقت بالإقراه في غزة تقول لي أصد فيه صور؟ اتحاد التجار الفلسطينيين حاطت صور؟ والله يا أخوة أنا مستعدة شغالك تسلم كل حاجة إذا هتفرج عن بلدي وتساعد بلدي صح ولا أنا غلطان؟ كل اللي شفتوه بغزة من صور للسيسي من احتفالات شعبية من كله حصل بالقهر بالقهر إما أنه اللي علق الصور علق غصب عن إرادة أهل غزة أو قبل بتعليق مرغما مرغما يعني كي ينتزع من مصر فك الحصار يعني مش عم نحكي عن علاءة سوية بين الطرفين عم نحكي عن علاقة إخضاع وقهر مصري لقطاع غزة والحمد لله اللي فيه إعلام يكشف الحقائق ولا يكتفي فقط بكشف الحقائق إنما يقدم الأدلة مثل الدليل على علاقة الإخضاع والقهر بين مصر وغزة دا اللي قاله واحد من قادات المقاومة عن اللقاء خليل الحية أكدنا على الدور المصر وعلاقات الثنائية ولدينا علاقة استراتيجية ومصر دورها كبير في دعم الشعب الفلسطين كلام واضح علاقتنا بمصر علاقة استراتيجية علاقة أخوة حدود إحنا ومصر كيان واحد وهذا كلام كبير واضح من أحد قادة حماس باعتقد في مشكلة بالترجمة بعقل الإخوانجية يعني حماس عم بتقول علاقة استراتيجية مع مصر ومصر وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني واللي عم يحكي مسؤول فلسطيني من حماس هذا اللي عم يحكي إنما الإخوانجية أدموها الكلام كدليل على علاقة القهر والإخضاع التي تمارسها مصر بحق غزة وأهلة يا ابني إذا ما عندك دليل إذا ما عندك دليل على كلامك بفهمك إنما بتحط دليل يضحط كلامك ليه تجذب على نفسك ليه يلا يلا نجرب تاني مصر مهمتين رئيسيتين نكسر ركب المقاومة ونقلب الفلسطينيين على بعض ده اللي مصر رايح هتنفذه نيابة نيابة عن العالم أيوة أيوة كده معتز تكسير ركب صور مقلمة وتنفع في التعبئة بس ما تعملش زي ما عملت من شوية بلاش تقدم دليل يعري الكلام اللي انت بتقوله تفقنا؟ كمل يا حبيبي كمل ده اللي قاله واحد من قادات المقاومة عن اللقاء خليل الحية نقشنا ترتيب البيت الفلسطيني أن القاهرة ستحتضل لقاءات فلسطينية عميقة وجدة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني رافق وزراء في السلطة رئيس الاستخبارات المصري والتقوا قادة حماس في غزة وبحثوا في التهدئة والإعمار والمصالحة أبو السوس مش معاولين بيشارك بحس ان انت بتتفعلن والله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله نفس المزيع اللي قاعد يقول ان مهمة مصر تكسير ركب المقاومة وتقلب الفلسطينيين على بعض راح كايب دليل من ضق حماس بيقول عكس الكلام اللي هو بيقوله يعني هو التقليب يا معتز باشا بيتم من خلال لقاءات عميقة وجدة لترتيب البيت الفلسطيني ده جايب معها أصلا وزراء من رامالله جايبهم غزة يعني انت لما عايز تقنعني برأيك أو تحليلك تقوم رايح مستشهد بأدلة دينك وتعري رأيك وتسخف تحليلك مايصحش اهدوا كده ونجرب مرة تالتا لم تتحرك مصر على مستوى وزير الاستخبارات بره من المرات إلا في حالة الأسرة عمر سليمان عمل نفس الشيء عشان موضوع شريط ما بيزورش الوزير الأراضي الفلسطينية وغزة تقريبا إلا ما بيكون فيه أسرة لما وزير مصري يروح هناك عشان الأسرة الإسرائيليين هو رايح عشان المهمة دي يبقى فيه ظهور مصري مرسوم حماية إسرائيل ايوة كده ايوة كده ما بيتحركوش إلا عشان المساجين الإسرائيليين بيشتغلوا عند الصهاينة داخلين عشان ملف الأسرة بيزلوا حماس وأهل غزة عشان الصهاينة والأسرة الصهاينة إنما أرجو المرادة إن الدليل ما يبقاش زي اللي قابله ما يبقاش دليل من بق حماس يعري هذا الكلام وينصف مصر جاهزين؟ إلعب يا بصوص ده اللي قاله واحد من قائدات المقاومة عن اللقاء خليل الحية حماس تكشف تفاصيل اللقاء مع رئيس المخابرات المصرية وتحدد موقفها من ملف الأسرة وشدد الحية الأسرة مقابل الأسرة لا نقبل ربط ملف التبادل بالإعمار والحصار والحقوق الفلسطينية وهذا متفهم من الأشقاء في مصر دي مشكلة اللي عاوز يبقى ملكي أكتر من الملك أو كاتوليكي أكتر من بابا روما الإخوانجية بالغصب عاوزين يلبسوا مصر دور غير الدور اللي بتلعبه بس مين اللي قاعد يخبط في منطق الإخوانجية؟ حماس حماس نفسها ويريد كده وبس الإخوانجية نفسهم هم اللي بقدموا في حلقاتهم ما يدين ما يقولون ويعر ما يقولون ومن بقى حماس نحن كده نشطة بأبو السوس خلاص هما يشتغلوا صرح رئيس المساد الإسرائيلي المنتهية ولاية هيوسي كوهين أن إسرائيل تمكنت من التسلل إلى قلب إيران لكشف أسرارها وإضعاف كبريائها وثقتها بنفسها تحت ولاية كوهين تمت صرقة الأرشيف النووي الإيراني وقتل أبرز علماء إيراني نوويين محسن فخ ريزادة ويعتقد أنه إسرائيل تقف وراء هذا الإغتيال وغيره من التفجيرات بالمقابل إيران لم تتوقف عن التهديدات اللفظية بحق إسرائيل والاستثمار في مأساة غزة باعتبارها انتصار إيراني إنما مين اللي عم بيهدد مين؟ موضوع مهم بسيح الكلام جد حديث الكيان الصهيوني وتهديداته ليست سوى ترهات كلامية فقطاع غزة المحاصر ألحق هزيمة النكراء بهذا الكيان ومن الآن على الصهايين حزم حقائبهم والبحث عن منطقة أخرى الصهايين ليسوا عددا ليهددوا إيران فهم فشلوا فشلا دريعا أمام فصائل المقاومة الفلسطينية الموساد الصهيوني يقول أن أولويته هي إيران وهو يطلق التهديدات لأنه يدرك أنه في حالة أفول وضعف بعد تلقيه الهزائم المتتالية كماتنا الجوية في أعلى جهوزيتها والجمهورية الإسلامية اليوم باتت من بين دول الخمس الأوائل في صناعة الطائرات المسيرة طيب إذا اللي عم بيهدد بيهدد لأنه في حالة أفول وضعف طيب ماذا تفعل إيران سوى التهديد يعني اللي يبدو يصنف المهددين هالتصنيف فهو يكون ما عم بيهدد هيدا عدا عن أنه إيران تهدد ولا تفعل فيما الموساد أحيانا يهدد ودائما يفعل ويصل إلى قرب طهرهم بعدين مين اللي عم بيهدد مين فعلا إيران اللي عنده نسبة تلقيح ضد كوفيد ناينتين لا تتجاوز صفر فاصل خمسة بالمية صفر فاصل خمسة هو اللي اخدين اللقاحين هذه الإيران تهدد إسرائيل اللي عنده نسبة تلقيح ضد كوفيد ناينتين بتوصل لستين بالمية عن شو عم نحكي صفر فاصل خمسة بس بإيران أخدوا الجرعتين مقابل حوالي ستين بالمية بإسرائيل أخدوا الجرعتين من من الدولتين على أبواب الأفول ومن من الدولتين مصاب بالضعف والفشل محاولة فرضي المركزي الإيراني سعر ثابت للريال أدى إلى انتعاش السوق السوداء وتدهور قيمة العملة لمستويات قياسية زادت عن تسعين ألف ريال لدولار فشلوا البنك المركزي كذلك في السيطرة على معدلات التضخم والذي وصل إلى خمسين في المئة ما بين مارس وأبريل وهو أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات شهدت سلع والخدمات للإيرانيين شهدت تضخما بنسبة وصلت إلى خمسين في المئة قد الدولي ارتفاع التضخم إلى تسعة وثلاثين في المئة هذا العام مقابل ستة وثلاثين فاصل خمسة في المئة عام الفين وعشرين مقابل خمسين بالمية التضخم بإيران بإسرائيل صفر فاصل ثماني بالمية يعني عكس أرقام كورونا تقريبا ستين بالمية تلقيح لصالح إسرائيل وصفر فاصل خمسة بالمية تلقيح لصالح إيران تقريبا عن جد بالقلب بينما صفر فاصل ثماني تضخم بالاقتصاد لصالح إسرائيل مقابل خمسين بالمية تضخم لصالح إيران ياريت بس هيك ياريت بس هيك النموذج الإيراني نفسه بيتكرر بكل ساحات النفوذ الإيراني أشار تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني الصادر عن البنك الدولي اليوم إلى أن لبنان يعاني من كساد اقتصادي حاد ومذمن ومن المرجح أن تصنف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات وربما أحد أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر وفي مواجهة هذه التحديات الهائلة يهدد تقاعص المستمر في تنفيذ السياسات الانتصادية والإنقاذية في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلا والسلام الاجتماعي الهش ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة على خطى إيران منذ سيطرة إيران على لبنان بدأ مسلسل انهيار وصل لوحدة من أقصى الأزمات الاقتصادية بالعالم منذ أمتين القرن التاسع منتصف القرن التاسع عشر هلأ على الرغم من فداحة هالأزمة ما حدا عم يتحرك بلبنان ما فيه يعني حكومة لحد هلأ بعد مشكله ليه لأن رئيس الجمهورية حليف إيران عم بخود هذه المعركة ما لم تثمر المبادرات والاتصالات حكومة قريبا ستتحول الأنظار حكما إلى مصير المجلس النيابي بعدما صار خيار الاستقالة منه مطروحا من قبل أكثر من كتلة نيابية وبحسب المعلومات فإن الحريري لم يحمل معه أي تصور لأي صيغة حكومية من 24 وزيرا مقصمة على 3 ثمانات إلا أنه لم يسجل أي خرق عملاني ولا أي تقدم المشهد يشي ببقاء لبعض العقد الأساسية التي تعترض التوافق الحكومي والمتمثلة في الصراع على تعيين وزيرين مسيحيين لحقبتي العدل والداخلية من جهة أخرى وفق معلومات الجديد قدم الرئيس عون للبطريارك الراعي تشكيلتين لحكومتين وزع خلالهما الحقائب على الأحزاب ويحصل في كل منها على حصة من ثمانية وزراء أبلغ الحرير البطريارك الراعي رفضه طرحي عون على اعتبار أن الحرير ليعطي رئاسة الجمهورية صلاحيات رئاسة الحكومة معركة عظيمة معركة مجيدة معركة مشرفة يعني قدير رح يرتاحوا اللبنانيين إذا هن مرئين بأقصى تجربة منذ منتصف القرن التاسع عشر كان فيه وزير عدل مسيحي ووزير داخلية مسيحي قدير بيرتاحوا لك بينسوا كل شي مين اللي عم بيخوض هذه المعركة مين اللي معطل تشكيل حكومة ومش عتلان هم أنه لبنان عم يمر بهذه الأزمة رئيس الجمهورية اللبنانية اللي إيران عبر حزب الله عطلت له البلد سنتين ونص لفرض انتخابه رئيس الجمهورية هيدا النموذج الإيراني ونتائج النموذج الإيراني خوض غزة اللي عم تتبجح إيران بما تسميه انتصارة على إسرائيل بحسب تقرير للبنك الدولي هيدا طلع عشية بدء الحرب بقطاع غزة تتجاوز البطالة ستة وستين بالمية بين النساء تتجاوز التسعين بالمية يعني في ستة وستين بالمية من القوة العاملة بغزة ما عنده شغل كمان مرة هيدا النموذج الإيراني تهديدات وخطابات وواقع مزرع على الأرض بينما خود بنفس التوقيت بنفس اللحظة بنفس العالم اللي عايشين فيه دولة أخدت خيارات مختلفة عن الخيار الإيراني رح يحكي عن السودان ما رح يحكي عن دول غنية يعني اقتصاد فقير دولة عنده كتير مشاكل عنده ديون بنية الدولة التحتية والقطاع العام حالتها بالويل إنما هذه الدولة أخذت خيارات عكس توجهات النموذج الإيراني وقع التفاهمات مع إسرائيل اللي إيران المفلسة عم بتهددها في ختام مؤتمر أصدقاء السودان في باريس أعلن الرئيس الفرنسي منويل ماكرون أن بلاده ستلغي ديون السودان لصندوق النقد الدولي البالغة خمسة مليارات دولار السعودية أعلنت على لسان وزيري خارجية الأمير فيصل بن فرحان عن تقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمولية للسودان لدى صندوق النقد الدولي تقدر بنحو عشرين مليون دولار وأعلنت عن تحويل رصيد المملكة في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجرة لدى صندوق النقد الدولي للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان السودان قرر أنه زجل التهديدات ما بطعم خبز زجل العنتريات ما بيعمل اقتصاد ولا بيخلق وظائف مجابهة العالم الظالم المتغطرس الكذا لا بترفع عقوبات ولا بتشطب ديون إنما التفاهم مع العالم والحرص الحقيقي على الداخل على السودان نفسه فيك تكون إيران أو لبنان أو غزة وفيك تكون السودان فيك تصرف عمرك بالتهديدات والانتصارات الوهمية بينما إسرائيل قاعدة بنص طهران وفيك تقول لا الانتصار الحقيقي أنه الناس تعيش بكرامة وبإزدهار فيك تكمل ترجع لورا وفيك تقول لا بدي وقف بدي أمشي لقدام وتلتزم بشروط المشي لقدام نهاية حلقتنا الليلة تصبحوا على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر